يا رجالة عامليني في الجو الساعة ده الجو متقلب. قص لابس جاكت وبتعب قم من تحتيه اصلا تقيلة الوحدة وتهمة. وبرضه تحس ان الجو ساعة. الجو فعلا متقلب بشكل عنيف. وطبعا ده مرجع بقى الاحتباس الحراري والافتكاسات والاختراعات اللي انسان عمال يعملها في البيئة. وربنا يسطرها علينا وحب شعر في الكوكب رايح على فيدي. المهم اهلا بكم فيديو جديد نتكلم فيه عن تليفوني الشخصي اللي هيكمل معي لالفين اثنين وعشرين. طبعا سنة الف واحد وعشرين كانت مليئة بالتليفونات والتكنولوجيا الضخمة. وانا طبعا برض ان شاء الله هحضر فيديو. للتكنولوجيا عموما اللي هتخش معي في عشرين. انا ارسوم الكاميرا اللي هيكو سيستم اي انكمل الحاجات اللي معي تخص تكنولوجيا. هنعمل فيديو ونتكلم. شمعنا الحاجات دي اختراطات كان معي الفين اثنين وعشرين. فس انا حبيت النهار ده اتكلم معكم عن التليفون اللي هيخش معي الفين اثنين وعشرين. وشمعنا التليفون ده بالتحديد اللي اخترته وسط عد هائل من التليفونات اللي نزلت في الفين واحد وعشرين. ولكن ان كان عادي اقول لنا نتكلم في اي حاجة حافظ كارك باللايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان تعمل معي كل جديد. وخلينا اقول لك ايه هو تليفون الشخصي اللي اخش به الفين اثنين وعشرين. وشمعنا ده بالتحديد. تليفون الشخصي هو رينو سيكس. شمعنا ده بالتحديد. طبعا في اسباب كثيرة جدا بالرغم الكمية غباء صناعية مويدة في الجهاز ده بصراحة او في وجهة قبو الفترة الاخيرة ب عامة لازم يبقى وتحديدات ويحسن الموضوع ده لان الموضوع غبي بشكل مرحوظ. ولكن خلينا نقول لك ابرز ميزة واضحة جدا خليت ان اخترت الجهاز ده ان يكمل معي اه للسنة الجديدة. اول حاجة حجمه مسكته. الجهاز مسكته سيمبل خالص وحجمه مناسب جدا ليدي ومتملك منه بكل سهولة. قدر اعمل اي مهام بيد واحدة بدون اي مشاكل. وتحس ان هو ملموم. ملموم في اليد كده. مش تليفون مثلا زي التليفونات اللي بتخش على سبعة بوصة. او تليف اربعة ونصف بوصة صغير او او كبير اوي. لا انا شايف ان ده الوزن او يعني الحجم اه المناسب بقوة وبفاعلية لمسكة الايد. ايا كان بقى انت ايدك صغار ايدك كبيرة انا شايف ان ده فعلا انسب حجم للشاشات. ويمكن ده يعني اول ترشيح او يعني خلاني ميال اكتر للجهاز ده. بالوضافة التانية حاجة الشاشة. الشاشة جاية من سوبر اموليد. وطبعا انت عارف واحد طالما عينك خلت على سوبر اموليد صعب جدا ترجع لالاي بي اس. طبعا ب بيكون فيه فرق كبير جدا اه بين الشاشتين. بالرغم من شاشة الاي بي اس فتتفوق على شاشات السوبر اموليد في حاجات فنية كعمرة اطول وما فيش بقى اللي هو اللي بتلاقيه في الشاشة والكلام ده التطبيع لا 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 لا. ما فيش الكلام ده في الاي بي اس. كلام ده للاسف بيكون موجود في الاموليد. وانا حتى لما شفت شاشة عملت كده اطلاقا لان الطبقات المكونة منها شاشة اي بي اس مختلفة كليا عن الطبقات الموجودة في السوبر اموليد. باللغة الوضعية دي بصراحة عجبتني يعني فيها حركة روشة جدا اجدعا والله. بتبتحط صورتك اول لوجو بتاعك مع كلمة كازو ان شاف الحسين برو واشعارات تحت. بصراحة الحركة دي عجبتني اوه في الجهاز. تحسس يعني ان انت الجهاز ماسكو ايه براند حاجة كده معمولة ليك. اه شكلها لطيف اوي. انت طبعا عارف السوبر اموليد وعظمتها. ممتازة ممتازة بالاضافة للتسعين هيرتز طبعا ليه سلاسة. وفيه توافج بين والمعالج فهتحس ان هو بصراحة من افضل يعني الس السوفتات اللي موجودة على مستوى العالم. تالت سبب او يعني السبب بعد كده السوفت وير ووجهة واستقرار اوبو. واجهة اوبو من افضل الواجهات اللي انا برشحها حاليا. بالاضافة لوجهة سامسونج ووجهة سامسونج عظمة. ولكن وجهة اوبو حساسة اكتر اا مختصرة. قريبة نسبيا من الاندرويد الخام. هي مش اندرويد الخام طبعا. ولكن تحس ان هي قريبة مفيش برامب كتير عليها. فانا بحس بصراحة ان وجهة اوبو وجهة مستقرة. وسالسة بعد سنة اتن ثلاثة كان معي لحد حوالي ثلاث شهور كان موجود معي قبل ما بيعهم. وكان الجهاز بيعمل بكفاءة ممتازة. شوف الجهاز نزل ان نمتب. فسوفت وير شركة اوبو عظم بمعنى الكلمة. بغضر ازر عن الكراش اللي حصل معي من كم يوم حصل مرة واحدة. فجأة كده ليت الشاشة جابت الوان عملت كده قاعدت ترعش وانا بفتح البصمة. فيعني هو عيب حصل مرة واحدة من كم يوم. ولكن مش فاهم ده حصل ليه. ما حصلتش تاني. فانا اتمنى بقى ان يكون في تحديثات تيجي تزبط الكلام ده كله. برضو مش هقول لك ان حطة البصمة المدمجة دي شددني للجهاز لان انا افضل مكان بفضله البصمة الجانبية هي افضل مكان. ولكن البصمة المدمجة هنا اداءها مش الافضل. وما عجبتنيش كاداء وسرعة. مش مش سريع. بطيئة. تعال بقى اقول لك الميزة اللي بعد كده الكاميرا. الكاميرا بتاعت الجهاز ده عظيمة جدا وممتازة قوي. بصراحة السلسلة الرينو من افضل الاجهزة اللي تشيلها يعني بتحتوى على الكاميرات ممتازة فيها وضع ممتاز جدا في الفيديو. هقول لك عليه بعد شوية. ولكن لو جينا بصينا للصور اللي موجودة آآ على سبيل المثال. هتلاقي الصور خارجة بشكل احترافي. الويتو فوكس بيعمل بشكل ممتاز جدا والزكاء الصناعي اللي موجود في الكاميرا بقدر يحدد ده ايه بالزبط. وبنعنا عليه بيعالك بقى الوانه بيعالك صورته. بيعالك الوضع بتاعه الويتو فوكس الكلام ده كله. فبصراحة الكاميرا هنا ممتازة جدا ودي من اقوى المميزات اللي عجبتني في الجه اما هقول لك على اكتر ميزة عجبتني في الجهاز ده من ناحية تصوير الفيديو. وهي بضع تصوير فيديو كاميرا امامية او خلفية. بتلاقي في وضع يعني زي ما انت شايف كده انا بتكلم وفي ورايا ضباب. في بلور واضح جدا ورايا. فبصراحة الحركة دي عظمة جدا مع ممتازة زي ما انت شايف الجودة الخارجة جودة جميلة جدا. اه ممكن تكون عايزة تعديل الوان بتاع على ولكن كمجمل صراحة ممتازة جدا الحركة دي وعجبتني. برضو في الكاميرا الخلفية في نفس الكلام انك تقدر تصور اي شخص بدل وبتلاقي في احترافية في الصورة بتحس ان الشخص ده فعلا يعني بتصور بكاميرا بعد بعد تعديل الالوان وان لمسات الفنية بتحطي في المنتاج. فكان اختياري بصراحة للجهاز ده بسبب الجزئية دي اكتر لان انا ما اجا اصور مسلا على السوشال ميديا ما كنت اشغال على قوي العالم اللي بلاش اغلط انا محبوش اغلط فحد الحمد لله ولكن عملوا موقف مش حلو معي وكلوا علي شهر كامل. مش بقيد احكي لكم الكلام ده في تفاصيل. اشتغلت معهم شهر كامل تلاتين يوم تسعة وتلاتين فيديو. وفي الاخر اخوة كاميرا الجالة. خمسة دولار. الوقت بيقول لي طول الحطوم في الجامع باسمي خمسة دولار عام بيوم ايه. فما علينا يعني فانا جبت الجهاز ده اقولت ايه يساعدني اه بدل ما اتعب الكاميرا معي. والجهاز التريفون اسهل ارفع كده بالوضع البرترية اصور كانها يعني كاميرا مع شوية تعديل الالوان والدنيا تمام. فالحركة دي كانت صايعة جدا بالصراح واعجبتني في الجهاز ده. انا مش اقول لك بقى المعالج عجبني والكلام ده سناب درجة عشرين جي معالج ابن ترابنتين معالج ملوش يعني خلاص بقى خلاص يا اوبو خلاص الجهاز كان جديد. المفروض تنزلي معالج ايه ده يعني ايه ايه التطور اللي جي بين الجهاز ده والرينو فايف قول لي انت مش عارف صراحة يعني معالج برضو الاداء مش 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 طيارة. ولكن انا من ساعة مجبت الجهاز اصلا محملتش عليه الابابجي ولا كلف ديو ده الكلام ده انا احمل عليها العام خفيفة بتاع هتسلى. اصلا ما عندش وقت تلعب. بس عجبني اه كاستقرار. يعني المعالج بتاعه مستقر متوافق جدا مع تحس ان اصلا المعالج ده معمول ده ده فبصراحة فيه رائع جدا بين والمعالج بالتحديد. ولكن طبعا فيه حاجات ديتني من الجهاز بس دي يعني اتع جوازها لاني انا متهمنيش. انا متهمني اكتر والاستخدام. فالجهاز ده انا في رأي شخص اديره يعني تسعة من عشرة في الحركات اللي مش عجبتني في الجهاز اول العيوب في الجهاز اول حاجة ان السماعة يعني ايه جهاز بستلاف خبص ميت جنيه ماخدش في استيريو سماعة مونو واحدية هي صوتة حلوة ولكن في الاوة في الاخر مونو. تاني حاجة فيه غباء اصطناعي اعملت عنه فيديو الواحده. اما اجي اعمل مكالمة والناس اللي بتقول لي بتعملها من جوة لا يا نجم والله يركز انت بس معي وانت فهم من قصدي انت بس مركزتش في الاول فمش تقصدي واستعجلت وكتبت التعليق. انت بس تختار واحد ولا تنين وفيه مربع تحت انك تختار يعني ت تذكر اختياري. بتدوس عليه خلاص وافتكر اختيارك ده انت لو لو قلت لعي صغير ده هيفتكارك. هو الجهاز بعد اما اجي اعمل تاني مكالمة بيقول بيكترح لي برضو وتعمل ده ولا ده ولا تذكر اختياري. فدي حركة غبية جدا. او بصراحة مش عارف هي ليه الشركة دي قلشت منها وفاتت منها. المفروض دي نزلت حديث يزبط الكلام ده. تاني حاجة لو انا بتصفح الجهاز وجات لمكالمة بيزهر المفروض فوق يعني اه انصر وراجبت يعني رد ولا رفض ولا ا ايه? لو تدوس رفض خلاص الموضوع انتهى. طب لو دست رد. المفروض بتبقى موجودة فوق على شكل الاشعار. وبتكمل تصفح ايدي. لا. ده من الك لوجهة المتصل. وده في حد ذاته غباء جدا. يا نجم. يا نجم ازاي الغباء ده موجود. يا جنعان بالله عليكم ان اتجاوز النقطة دي لاني انا بص انا اتخنق. وبصراحة دي الحاجات اللي دايقتني قوي من الجهاز ده ولكن انا تجاوزتها لان دي مش فرق بالنسبة لي كتير. انا من حاجة عند الجهاز يكون مستقر. في تمانية جيجا بايت. بتساعدني في التنقل من التطبيقات وبيحافظ لي على وجود التطبيقات كلها. وبصراحة هو الجهاز عظمة جدا في حتة السوشال ميديا والكلام ده. ولكن لو حد قال لي ليه ما جبتش رينو فايف? اقول لك لان رينو سيكس الان انا جبت رينو سيكس. ولما بقى ينزل رينو سيفن بتاع انا عايز ابيعه فرصة بيع رينو سيكس اعلى من رينو فايف. هو حتى الان انا قررت لكون جهاز الشخصي. ولكن طبعا لو لقيت حاجة افضل منه. ممكن اقوم ب باية ده. هو ادفع فرق. وتابع صفحة تاعة والانستجرام والتليجرام. ما يكون معي اجهزة بعرضها هناك وميبعها يعني لو انت حابب تاخد حاجة استعمال مراجع انت عارف عن استعمال مراجع ففيش مشكلة ممكن تلاقيه هناك على الصفحة بالتسير بكل حاجة لو حاب تشتريها اشتريها. وبس كده ده كان تليفون الشخصي الالفين اتنين وعشرين. نايس اقول انت برضو تليفونك الشخصي اللي هتخش به الفين اتنين وعشرين آآ نوع وين. وبس كده دي كان كل حاجة في الفيديو النهاردة. اتمنى ان يكون الفيديو حدك وعجبك. فلو الفيديو عجبك. لايك مهم جدا. شرك في القناة. فعل الجرس. اشترك معي كل جديد. وكالعادة يا شباب نتابل ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.